احنا شوفنا في اوروبا في الاول مع الحرب الروسية على اوكرانيا الهزة دي ثم بدأت الامور تنضبط بواضح الميار ده لانه حتى سلاسل امداد الروسائي نزل الاسعار نزلت والدليلنا في هذا ايه انه بمجرد ما قامت الحرب الروسية الاوكرانية وتقطع الغاز او هم قفلوا الغاز يعني النتيجة واحدة ايا كان يعني النتيجة واحدة اوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تاربعين في المنين من 200 مليار متر مكعب بياخدوهم في السنة فيوقع منهم فجأة 80 طب هل فيه اي حد في العالم يقدر يعود 80 لا ما يقدرش يبقى هو لازم يرجع لسلة التنوع اللي عنده المانيا رجعت النبوة ورح عامليه على طول تمام قالك الاول كنا بنتكلم على 2035 هنقلب كله اللي اقتاقة خضراء قالك لا 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 انسى موضوع تقل خضراء ده دلوقتي ارجع اشتغل نووي وارجع اشتغل فحم الى ان تثبت الرؤية نشوف الدنيا هتمشي ازاي مع ملاحظة ان حزب الخضر غالبا في هذه الحكومات شريك ومع ذاك القرار كان اجل اخضر بس دايما القرار يعني دايما الكلام اللي بتقال في اوروبا ايه يقول لك whenever it comes to national security forget about the human rights والenvironment اللي هما الملفين اللي احنا دايما هو الانسان والبيئة هو الانسان والبيئة هو ييجي لك هنا يقول لك انت مش هنبيرك كذا كذا ليه عشان انت ما عملش اجراءات كويسة في الافراج عن فلين الفلين انت ما عملش اجراءات كويسة في خفض مبعثات الكربون طب وانت بقى لما انت اصلا انت اللي عامل خرم الازون وانت اللي عامل مبعثات الكربون كدول صناعية كبرى عملت ايه النهاردة او هتعمل ايه لما تقفل عليك الغاز انت روح تنقل على طول من غير مناقش مصالح مش اهداف مش مبادئ يعني بلزبط كده نرجع للقصة اللي كنا بنقولها انه تنوع سلت ايوه دي الموقت الرئيسي اللي حاجة بتقول عليه لازم يكون عندي تنوع ليه علشان لو جي حصل حاجة زي كده ما يحصلش معهم وهم بدوا تنباهوا لهذا من سنة 73 اما تقطع ليه من بترول في اكتوبر في وقت الشتاء لا كانت ارصى جمدة وحسمت الموقف في هذا التوقيت نهاردة لما روسيا قطعت مجراش حاجة عملوا ايه كله راح متكلم على بقية المصادر الاخرى احنا في مصر فيه بدليل ان البترول يعني وصل لارقام ثم عاد مرة اخرى خلاص ما عندهمش مشكلة هو عنده تنوع لما بيلاقي حضرتك فيه نوع من المصادر دي زاد تمنوا قوي او امتنع او اتنع اروحا الى على المصر يزود كل واحد في 10 ممتاز احنا فيه فيه تنوع ده بقى التنوع في مصر احنا نعتمد على البترول والغاز بنسبة 100% في المواصلات كل وسائل النقل والمواصلات ونعتمد على البترول والغاز بنسبة 92% تقريبا في المية في توليد الكهرباء والباقي سد عالي يعني احنا نتكلم على اعتمد شبه كل على البترول والغاز ده يمثل خطورة ده ما نقول لكميات فندم يعني نقدر نترجمها في ارقام احنا بننتج سنويا في حدود 80 مليون طن منتجات بترول خام بترول خام ما تكررش لسه ما بين بترول نفط وغاز لانه بيبقى موجود في سورتين تقريبا 45% من الرقم ده غاز والباقي بترول نفط بتكرروا بتطلع منه منتجات صالحة تقريبا في حدود 60% من الخمسة وخمسين اللي هما تقريبا نقول في حدود 42-43 مليون طن بتاخد منهم 60% يعني في حدود 25-26 مليون طن منتجات بترولية ده اللي بتاعك انت ده اللي بتاعي لا ده بتاعي يعني ده حصي واللي باخده كمان من شركة النابي والله ده داخل في الحصة اللي من شركة النابي فبتضطر تعمل ايه عشان تغطي بقى ايه تحتياجاتك من المنتجات البترولية ان انت تستورد شوية خام او منتجات في الصفة في صورة نهائية استيرادك للخام افضل من الناحة الاقتصادية لان انت بتكرره عندك في ما عاملك لكن في حاجات انت مش تعرف تجيبها من الخام زي مثلا بوتجاز انت البوتجاز استهلاكك في حدود 4 مليون واحد من عشر اربعة واثنين من عشر على حسب يعني بس هو في المتواصل ده تقريبا نصهم مستورد ونص تاني انتاج محلي في فرق كبير ما بين اللي انت بتنتجه محلي متوسط سعره 300 دولار الطن متجاز ايوه واللي انت بتستورده من الخارج اللي هو تقريبا الطن بيوصل لألف دولار فالألف وثلتمية دول لما تاخد المتوسط بتاعهم يطلع المتوسط التن المتجاز عليك 650 دولار تكلفته التن بيعمل 12 أمبوبة بيعمل بيعمل تمانين أمبوبة وزن الأمبوبة 12 كيلو ونص أما تقسم 650 على 80 تطلع تكلفة الغاز اللي في الأمبوبة تكلفة بس أمبوبة الـ 12 كيلو اه الـ 12 ونص تطلع تكلفتها في حدود 8 دولار وشوي أما تضربه في السعر الرسمي النهاردة بتتكلم في 240-250 جنيه هي أمبوبة المنازل دي قدية يا فندا 12 كيلو ونص أمبوبة المنزل اه صغيرة صغيرة دي 12 كيلو ونص التانية اللي هي بتاعة التجاري دي 25 كيلو اه ضعف تاني انت بتباحها بكم 80-85 جنيه فعليها رقم تعمل كبير جدا اه الناحية التانية سولار نفس الكلام كل ده احنا في البطرول لسه والغاز اللي 92% في الكهرباء و100% في النقل هنجلهم اه احنا بالكلم الأول في الانتاج وايه الحاجات الفاتورة الموجعة عندنا السولار انت تقريبا بتستهلك في السنة حاجة بتاعة 18 مليار لتر السولار دي الكلام الرسمي اللي طالع في نهاية عام 23 سعر لتر السولار تكلفته ما بين ما تنتجه محليا وما تستورده انت بتستورد حاليا حوالي 35% من الاستهلاك تكلفته في حدود 13 جنيه ونص 14 جنيه انت بتبيعه بتمانية وربح يعني عليه خمسة جنيه للتر في 18 مليار فانت بتتكلم 90 مليار دعم للسولار طيب العالم بره عامل ايه؟ هل العالم بره ممشي كل العربيات بالبنزين وبالسولار وبالغاز؟ ولا فيه عربيات كهرباء وفيه عربيات هيدروجين وفيه عربيات غاز وفيه عربيات بنزين برضو وفيه عربيات سولار فيه تنوع في السل وبالتالي انت لما يبقى عندك مورد غاني قوي او قيم زي البترول بس مشكلته انه ناضب هيجي وقت يخلص امتى؟ 10 سنين 15 سنة 200 سنة 500 سنة هيجي وقت ويخلص انه مصدر طبيعي غير متجدد ناضب بطبيعته هل ادني ما اعتمد عليه بهذه النسب؟ ولا ابتدي انوع سلة استعمالاتي زي ما هو موجود في العالم لازم يبقى عندي عربيات كهرباء لازم يبقى عندي عربيات هيدروجين لازم يبقى عندي عربيات غاز لازم يبقى عندي عربيات بنزين ما ينفعش اعتمد على البترول والغاز بنسبة 100% في وسائل النقل التاعتي ده مش موجود في العالم ايه اللي يمنع التنوع شنة؟ هاجل حضرتك حالة انا بدت في الاول قولت ايه انا محتاج اشوف ايه اللي عندي كمصادر وايه استخداماتي وايه الافضل لي استخدمه من النحل الاقتصادية فيما يجبه الحل المأزق ده نيجي للعنصر التاني المستهلك الكبير زي الكهرباء الكهرباء كل المحطات اللي موجودة عندها محطات حرارية يعني تستخدم البترول والغاز بنسبة 92% في الماء طيب هل الكهرباء ما عندهاش مصدر تاني للتوليد الكهرباء غير هذا الوقود الغالي اللي انا ممكن اوديه في سكة تانية لقى عندها ممكن ان انا ابص برضو في العالم عامل ايه الاقي في العالم الكهرباء بتشتغل 35 بترول وغاز 35 فحم 15 نووي 15 طاقات متجددة اللي هو الرياح والشمس وكده الرياح والشمس وحاجات كتير يا خبالك طيب انا ليه ما بعملش كده انا محتاجي يبقى عندي منظومة طاقة متكاملة علشان اقعد اعمل التنميقين اللي احنا قلنا ده ودي الحقيقة لا هي وظيفة البترول لوحده ولا هي وظيفة الكهرباء لوحدها دي وظيفة جهاز كبير موجود عندنا اسمه المجلس الاعلى للطاقة لازم انه هو يبص على هذه المصادر المتاحة ميهاز ده عندنا فاصل عندنا يعني مكوى من عضوية بصفة المسئولين ولا بشخص لا بصفات بصفات المجلس الاعلى للطاقة بيرقاسه السيد رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته 13 وزير ورئيس هيئة ورئيس جهاز يدي فهذا الجهاز لازم تتحط قدامه كل الحال ده اللي موجود عندي انتاجي وده الاستخدام هل ده الاستخدام هل هو ده افضل استخدام ان انا اوادي مثلا البترول والغاز علشان اولد بيوم كهرباء ولا ممكن لأ ابتدي انقل مثلا وحصل يعني احنا النهاردة في عندنا خمسة جيجا تخلى في نهاية 24 او يعني لغاية نصف 25 هتحل مشكلة كبيرة جدا لان انت خمسة جيجا ده يعني بيستهلك وقود في السنة باربع مليار دولار لو انت هتشتغل عليهم حراري خمسة جيجا اربع مليار دولار وقود هل انا عندي رفاهية ان انا احرق وقود ناضب واستمر في حرقه ناضب يعني يفنى سيفنى يعني واستمر في حرقه لمدة هذه السنين ولا ابتدي الجأ للوسائل الاخرى ترجمة نانسي قنقر